مرررر على اخر صفحة ممكن تحصل عليه من اخر مشن فلما تجمع المسج بوتل اعتقد او لا لما تكسر الاثاث ثلاثين اثاث متخذن ممكن تحصل عليه المسدس بيركاته صراحة جدا رهيبة وفيها نظام من اثنين للبيركات ولكن قبل ما نكمل الفيديو انا مبارح لفول الفيديو السابق كان جيفاوي لما اتين غازة راب فول بيرك فاذا انت مش مشترك في الجيفاوي روح يشترك ان شاء الله تكون احد الرابحين ولا تضيع الفرصة عليك نرجع للموضوع الفيديو الفرد مثل ما انتم شايفينه ارقامه 106 478 دمج عادي و 478 هيتش دمج انا بنيه على اساس الضرب الصافية طبعا هو سلاح مثل ما انتم شايفين مجازينم سايد طلقا فهو طلقا طلقا ونوع الرصاص بيكون الرصاص كالناس يعني هفه بوليت تمام الريلود تايم حادث انا بيرك فيه الريلود تايم وبدو قعد ثانيتين ولكن اذا بتمكس الريلود تايم بقعد ثاني وسبع اجزاء من الثانية يعني بفركاش بسيط الامكوست واحد يعني كل طلقا بتاخذ واحد والامباك صراحة فيه رهيب جدا الامباكت 6386 صراحة الامباكت فيه رائع كمان مثل الدمج اللي فيه البركات الممكن تحصل عليه طبعا هو عندي 106 شادو شارد السلاح اذا كان قوي سلاح احنا بنحكي للاسلحة اذا كان قوي حطه شادو شارد السيوف اذا كان هو قوي حطه اوبسيديوم ليش؟ لانه هو قوي اصلا وما بلزم تقوي بزيادة بدك تسرق حركته بالنسبة للميلي وبن يعني السيوف الرمح المناجل اي اشي سيوف اذا كان هو قوي حطه اوبسيديوم عشان زيد سلوت اما اذا كان هو ضعيف لا حطه شادو شارد عشان زيد قوته اما بالنسبة للاسلحة بشكل عام يعني الاسلت دمجة الرمح المناجلات البستول والسنايبر على اغلب ستكون شادو شارد على اغلب لانه بعندين دمجي زيادة حساب الديروب اليتي يعني ديروب اليتي ما بتلزمني كثير اصلا بلعب يا بلعب يا اش انا كثير 130 بلعب 150 اغلبا لانه بكون 130 اوبر بور بور بزيادة السلاحة البركات نعكي عن البركات صراحة البركات في نظامين اثنين للبركات يعني رح اشرح النظامين ويقول بناسبك اعمله ولكن اثنين رح يكون انفعالات بدرجة كبيرة اول نظام هو تبني عساس الهيت شوت انا بنيه كعساس الهيت شوت يعني حط اول واحد يدمج مدير ريلودي سبيد هاي بالنظامين البركات اللي راح نعملهم هاي ثابت الريلودي سبيد لانه السلاح تلقى تلقى ويظل يعشق بكثير فلا لازم تحط ريلودي سبيد لو تحط مجازيم سايد مش راح يزيد السلاح برصاص راح يظل زي موف مش راح تستفيد من مجازيم سايد تمام هاي بالنسبة للريلودي سبيد هو افضل خيار للريلوزبيد اول واحد يدمج انا ما بدي ابنيه عساس الضرب الحرجي فلا بدي خليه بساس الهيت شوت فراح يفيدني الدميج اكبر لمن ان ابنيه عساس الضرب الحرجي هنا اذا حط مثلا كريتي كليت او كريتي كالدمج دمج السلاح البركة اللي فيه ما بعنط سنارز للزومبي سنارز المقصود فيها التبطيق الزومبي الفرد عندي ما بعنط سنارز ما بعنط التبطيق للزومبي فما مش راح استفيد منها فعليا لان انا مش رح اعمل له سنارز للزومبي واغلب هذا الفرج وانشوت وانكل يعني اضرب ضرب واحدة بيموت الهازك المست منستر خاصة يعني سماشر اللي هو سماشر اضربه هيتشوت عساس هذا بيموت على السريع يعني لو كان 130 على اكيد بيموت 106 انت وحظك حسب السيكواد وحسب الشير بس على اغلب دمج رح يكون بس فوق المليون يعني الفرج اللي بتعمل فيه الدمج هو مليون وطلع تمام نرجى للبيرك الثالث اللي هو الاليمنتل شو تختاره منتحر بس على الاغلب رح يكون انيرجي يعني فيزيكال رح يكون دمج للفيزيكال على الاليمنتل 50% رح يتبطى اذا كان سماشر عندك نيتشر او ووتر رح يكون مش رح يموت رح يقض ثلاثة واربعة سلسات ولكن اذا كان انيرجي رح يموت على سريع اي اي سماشر الاليمنتل رح تواجهه ايه على الاغلب افضل بيرك انه يكون لاني منتل تبعوا انيرجي لانه تستاحق وان شوت وان كيل مثل ما قلتلكم يعني تلقى واحدة وبوكتل على السريع البركين الثانيات الاخرانيات لان الهيتشوت والهيتشوت ومثل ما انتم شايفين معي انا ممكسين ليجندري الهيتشوت بعنطيني دمج 40% زيادة الواحدة وعندها خطينتين بعنطيني دمج 80% زيادة ليش؟ لان اغلب ضرباتي على البي سي اغلب ضرباتي انا في الفرد الوان شوت خاصة ما بتصرع فيها بحاول اجيبها هيتشوت قدر الامكان يعني 80% من الطلقة رح تكون متقريبا هيتشوت فانا مثلا ايم عندي مثلا انا عندي الام عندي خلاص باتمد على الهيتشوت كثير فانا رح ابني عساس الهيتشوت تمام هذا البناء بناسب اللي عندهم ايم قوي والاغلب طلقاتهم متعودين يضرب الزوم بهيتشوتات خلاص عشق عندهم اللي يجيب الزوم بهيتشوت فاوكي هذا البيرك بناسبه بشكل كبير كل طلقاتك رح تكون نفس الدمج بارقام عالية بارقام خرافية بيكون وضعك تمام البناء الثاني اللي الناس مش مجوز مش كثير تتعامل في الهيتشوت او خلاص مش حظة في الهيتشوت مش كثير البناء الثاني بيكون كالاتي الاولى رح تكون كريت ريتنج الثاني الاولى رح تكون كريت دمج هاي ريلود سبيد انيرجي كريت ريتنج وهاي رح تكون كريت دمج فصار عندك دبل كريت دمج اللي هاي الكريت دمج اللي هون وصار عندك هاي كريت دمج وبصير عندك هاي كريت دمج فصار انت عندك كريت دمج كريت دمج كريت دمج دبل كريت دمج مع كريت دمج رح تكون عندك الارقام برضو مش هيني ولكن انك انت تحسن انت عندك مثلاً ضربة ممكن 50% تكون ضربة حرجية وممكن لا يعني مش ضربة طيب هاي المشكلة في البناء عساس الضربة الحرجية يعني انت ما 50% انت تكون ضربة حرجية او انت بتستخدم انت عندك مثلاً ان يكون زيد الكريتش الرائد بالدماج عندك double critical damage والهيرو لا داوت تحط الهيرو يزيد لك الكريتش الرائد فبصير عندك الدماج تقريباً 480 اشي زي هيك الكريتش الرائد وصراحة بالبادي شوت بفرق كثير كثير عن هذا البناء انا الصراحة ناسبني اكثر اشي ان ابني عساس الهيت شوت هاي صحيحة وهذيك صحيحة الثنتين رهيبات الثنتين قويات الثنتين بيعطن وان شوت وان كل بس انت ومزاجك تحب تلعب في هذا المسدس خصوصي يعني في هذا البستول تمام الاركام انت شايفين الهيت شانس عندي 15% لان انا مش بني عساس الضرب الحرجي الهيت دمج 5% اللي هي الاساسية الفير ريت 0.9 هو ما بيفرقنا الفير ريت لانه ارصاصه بكحش الرينج اللي عندك 3840 مش ها مش كثير بس جيد ديرو بلتي 300 اللي هي بكون استثاب ثابت للشادو شارت للتايم ثانيتين واذي قلنا اذا مكسنا هاي رح تنزل لثاني ثاني وسبع عشر من الثاني لاما كوست واحد والإمباكت صراحة رهيب جدا تقريبا 9386 يعني مش بطال هاي البركات الفرد هذا بلزم وهيرو لو داوت ومثما قلنا البرك الثابت لما تعمل انت تكتل هيت شوت فيه رح يزيد رح يعمل بوست للكريتكال ريتنج للسورد للخمستاشر ثاني انه از مثلا اخذوها من انه الكراس انه بيبكى بايده مثلا سيف وبايده الثاني فرج فمن هاي هيك يعني بس انه شغل التغيير ليس الا ممكن نستخدمها مع سيف اذا بني عساس ضرب الحرجي يكون انت ضربة السيف في الخمستاشر ثاني جايات كل هين يكونين ضربة حرجي جيد نوعا ما مش بطال ولكن مش فعالي كثير مع الفرج يعني لعنطها اكسلوجين سبعين في المية كان اشي خرافي للبيرك الثابت حكينا على البركات نحكي عن الهيرو لو داوت اللي رح نفوت فيه طبعا هو ال 106 شادو شار ممكن تحطه 130 ولكن هايكون اوفر باور مش يعني انا 106 وعنطيني الاداء اللي بديها ليش اغلب حالا وروح انا على ال 130 بخسر موارد ومش رح تكون متعة كثير فيه فننتقل حاليا الهيرو لو داوت الهيرو لو داوت اللي رح فوت فيه عندي اول واحد وهذا بزيدلي الدمج الصافي لانا بني عساس الدمج صافي فانا ببديد زيد دربة حرجي فعندي؟ هذا الكنوي من وقته لل Detoc Nekop من الهيرو من الاشخاص ني الاساسيات اللي بت втор별 kollابي they increase the damage 50% فجيد جدا اذا اذا بني عساس الدرب الصافي فهذا hearing هzą هيرو هي افضل Heerو للبيسطول التيم بيرك اللي بفايت فيه بزيد لي دمج السلاح المعاي 6.5% مضروب في عدد الهير اللي هون الابك اللي رتبتهم اربع نجوم او اعلى بضرب لي يعني مثلا 6.5 ضرب 5 بطلع تقريبا 32.5% بزيد لي دمج السلاح بس للزومبي اللي دمه فل يعني مش مطبوب فيه جاي خداش يعني جاي دمه كامل 100% فبزيد لك دمج علي 32.5% اذا بدك تحصل على دمج عالي هذا البرك بكون رائع جدا اذا بدك تحصل على دمج عالي بالسابور تيم فايت انا في غانبلايزر ساوثي غانبلايزر ساوثي بعطيني اللي ما عمل فيس شف بزيد لي دمج البستول اللي هو الفرد 35% لم معلش 35% لم قدت اربع ثوانه يعني انت مثلا ضربت ضربة عملت فيس شفت وانت بتعمل فيس شفت عملت ريلود فهاي بزيد لي دمج اللي الفرد لمدة اربع ثوانه 35% يعني الطلقة اللي رح تضربها بعد الفيس شفت رح تزيد 35% هذا القانبلايزر ساوثي بيرك رهيب جدا رح يساعد انا عندني دمج عالي اللي بعدها فايت انا بستيل والانتوني سيل والانتوني لانه حاليا صرت اعشق السيزميك سماش شفتها فعالي اخر فترة في الاوتلندرات فحبتها كويها اني بعنطيني دانسنج لما اضرب السيزميك سماش ما الا دخل في البسطول لاني مش كثير ماشي باعتمد على البسطول بشكل كبير ولكن في رح يكون هسك صغير فبدا اقتلهم فافضل خيار ان يكون عنده السيزميك سماش لمدة خمس ثواني يعني كيف السيزم رح يكون رح يكون السيزم وانت بتعمل فيس شفت وانت بتعمل فيس شفت تعمل ريلود فانت خذ الدمج زيادة 35% واخذ الدمج زيادة هون 15% يعني تقريبا زادة عندها 50% السلاح بعد ما عملت ريلود سبيد وفيس شفت هون 50% وعننا هون 50% يزادش دمج السلاح 100% وكلما اعتقد هي هي كاسمها كلمتي كلمتي بتزيد لي بعد ما عمل ريلود السلاح باول 6 ضربات رح يكون دمج زيادة 20% يعني انا عندي تقريبا 120% زيادة عن دمج الاسلاح البسطول الاساسي وصراحة هيلو لوداوت رهيب جدا للمسدسات بعد طبعا بزيد لي الامباكت 25% اذا انت من عشاق انك تزيد الامباكت في الفرودي فممكن تروح لهاي رح تفرك معك 10% بس اللي هو فرق الدمج ولكن انت اخذت تقريبا 25% زيادة امباكت لانه رح تكون 50% فاذا انت بتحب من عشاق انه يكون الامباكت عالي هو شوه الامباكت اللي هي الدف اللي بتيجي على الزومبي فاذا انت من عشاقها ممكن تروح مع الكلمتي كهيرو لوداوت ككوماندر اساسي اخر هيرو لوداوت صراحة اللي هو عشان اكوى الاوت لندر اناتمنت تعرف كنا لما نلعب اوت لندر اناتمنت كفير عالتدبير فمش غلط لو حطت اشي يكون الاوت لندر لانه لان الاوت لندر هنا هذا بيكون الدمج تبعه بيكونها في ستاندر بير 30% زيادة رهيب جدا صراحة للاوت لندر وممكن اذا انت ما بمش من عشاك التدبير ممكن انك تروح تحط عشان تكوى كمان الفرد انك تاخذ عدد فيس شفت اكبر ممكن تقوم الكولداون يعني عدد سرعة اني ترجع الفيس شفت عندك تدقل 25% ممكن تروح مع هذا الهيرو اللي هو اسمه فلاش اي سي ممكن ولكن انا باعتمد على الفرد كثير نعم ولكن الاوت لندر بدي ايكون كوي برضو هيك احنا شفنا الهيرو لوداوت وشفنا الفرد في البركات تابعونه في طبعا شكلين ممكن تروح الهيرو لبركات الضرب الحرجي وممكن تروح البركات الهيتشوت شفنا الفرد وشفنا الهيرو داوت وننتقل لجيم بلاي كامل نشوف كيف رح يكون اداء المسدس وكيف رح يكون سرعة الريلود سبيد وكيف رح يكون الايفيشانتي تابعته الكفاءة تابعته بنشوفكم جوا الجيم بلاي تماما رجينا لكم من داخل الماب من داخل الجيم بلاي طبعا هون اسمهت صوت سماشر فلما نشوف احنا هي سماشر لنا هون فاللي رح نعمله نشوف هيك اوك وان شوت وان كيل اوكي اسماشر اوكي تكريبا مات يعني طلال عدم اسماشر اي اسماشر ثاني اي ريسك هون كلها طبعا الريلود سبيد شايفينه كيف سريع يعني حفيده كثير الفرد فلاحظوا الاركام كلهم ست ست خنات يعني الموضوع مش بالساهل جاي فنضرب ضربة ضربة بتدمج كاعدة حتى الزومبي اللي لاحظتوا هذا لان اصلا اليومين بجرب فيه الفرد تكريبا فكاعد بكتل الورا كمان فلما زي هيك مثلا بتضرب سيزميك اسماشر تريح منه اشانيكسر تحب السيزميك اسماشر تمام بس كان فيه اسماشر وان راح ااكوه عشان اعنكتل هذول انه جنيناتنا طبعا كل الاركام عنا نضرب واحدة تكريبا شفتوا يعني طلال كده يضل دمو طلع طلع يعني الموضوع ضربة واحدة بتكتل ففرد بتعامل فعلا في الملايين زي هيك الزومبي مثلا اضرب عليهم سيزميك اسماشر تريح من الزومبي الصغير عشانه يظل يغلب طلع هذول طلع 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 ثلاثة حتى الضربة زى يمدفع جيد اجاز PEACEBOL يعني سماشر اللي هو سماشر ضربة ضربة ما ضلش بدموله بشحطة بس شحطة فلو كان 130 خلص هي تيكر مثلا هون فانت لما تعمل فيس شفت دمج السلاح بزيد اوكي هي مش هتشوت لان التيكر مش نبين تبعه هتشوت وينه هي بعيون كفو ننزل هنا بعيون مع السلام وين رايح باي باي بعيون ده فعلا الوضع هو حاليا لحد الان مواخد هو كاكواب فرد موجود في اللعبة فشفتوا كيف كتل هذا واللي وراه فالتلقى ما بتوقف عندي الزومبي بتخترك الزومبي كمان فهذا اشي جيد اوكي نشرح لكم الهيري لوداوت الهيري لوداوت ان انا بضرب ضربي مثلا اوكي خليني نعمل بس هيك نتخلص من الزومبي اللي عنا وانشط وانكيل على سريع تمام انا عندي هاي الفرد هون بس استنى شوية عشان نعطيكم الاركام الصحيحة عندي هذول كنت اجرب عليهم شوية كان في فيزيكال ومش فيزيكال كنت شوية تجربات ولكن تجارب ولكن هاي الفرد عندي هون معنطيني 782 الهيت شوت طيب بعد ما طخ بعمل ريلود لازم يزيد لانه حامل هيري لوداوت انه يزيد فصار 841 اوكي اخرنا شوي هسا بعد الريلود فهذا السلاح عنا صار 841 تمام اذا هسا بطخ وبعمل هيك لازم ياخد ضبل يزيد بكثير صار 178 تقريبا يعني انت عندك ضربة هيت شوت تعمل ريلود وتعمل فيزيكال الضرب رح تكون مليون فتخيلوا كيف اداء الفرد مليون يعني كناص الصحة يعملها مثلا لعننا هاي هون هون رح نموت اكيد اوكي شوف الزومبي اللي هون نضرب التدبير نزيدنا ابعيونها قوة مع السلامي وانا رايح باي باي لندن وان شوت وان كل فيش فيها هاي يعني عن جد فرد هو اكوى فرد واكوى سلاح نزل في الإفن صراحة صار لفترة بحاول اني اجيب اكوى اسلحة اجربه انا عم تلاحظوا عندي في التحت موجود السيف هو اول واحد عندي جربتهم ما عجبني كثير الكناص برضو جربتهم ما عجبني كثير ممكن الاصل لسه ما جربتهم لاني بستنب بالبيرك يجي لي بيرك مليح وعندي ليجندري ولكن بستنى يجي في بيرك كويك هو البيرك الثايب تبع ليجندري فما اجال لبيرك لسه فان شاء الله اول ما يجي عندي بيرك فنشوف نشوف الرقم اللي عانطين اياه 880 الف على اغلب اه فاخر كمان مش بس بوقف عندي الزومبي كنا بختركوا واشي رهيب صراحة انه بخترك الزومبي اذا كان زومبي ورا بعض اسكاسك بلا اسكاسك بلا بطيخ سماشر ضيوي يعناب ضربي انت هسك هسك عجل هذا الناصح بدو ديوكعد اكثر من ضربي فام فيه صراحة مش بطال الام فاذا انتو مثلا عندكم ايم قوي اعملوا عساس ضرب الحرجي رح يعنطيكم مليون واذا كان 130 رح يزيد المليون اربعمائة الف فينا رح يزيد مليون اربعمائة الف هيك شفنا الفريد صراحة هذول افضل بيركات ممكن يجي عليه وهو افضل اسلاح بلا منازع افضل اسلاح حاليا في طور الزومبي ويكم نكونوا صلى نهاية الفيديو بتمنى اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا تقيم وقطع تضغط زر اللايك واذا اجدوا على القناة منتشرف فيكم تشتركوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله في امان الله